موسيقى بالصين ومن جهة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية عاملة القمة الأمريكية الأفريقية بصفتنا دولة عربية شاركنا في القمة الأولى بصفتنا دولة أفريقية قاعدين نشاركوا في الدورة الثانية هذا يعكس فما نوع من خليب ما نقولوش الحرب الباردة ولكن الصراع نفوذ بين زوز أكبر قوة في العالم اليوم اليوم الولايات المتحدة الأمريكية والصين باش نفهموا طبيعة الصراع على النفوذ في المرحلة الحالية هي تختلف على شكين في القرن 19 وشكين في القرن 20 يجب نعرفوا أنه التغيير الولاني يمكن أنه صار أهم حاجة بعد الحرب العالمية الثانية من الحاجات الإيجابية متع التسلح النووي هو أنه خلق نوع من توازن الرعب اللي خلى اللي كنا نشوفوه قبل في الحرب العالمية الثانية في الحرب العالمية الأولى وإلا في الحروب الأوروبية وفي فترة قبل من أنه الصراع بين الدول هو حرب تقليدية وحروب ودول تغزو دول أخرى بتوازن الرعب ما عادش والتي كانت فيما الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا والآن فيما صراع النفوذ بين أمريكا والصين لأنه اليوم التوازن الرعب خليه أنه كمش ندخله في حرب بين قواء نووية مش يكون دمار البشرية والكورة الأرضية هذي ما فيش كلام ولات الحرب تاخذ شكل آخر شفناها الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت هي الاقتصاد رقم واحد ولكن كل المؤشرات تقول أنه من هنا لألفين وثلاثين ألفين وخمسة وثلاثين الصين بش تتعدلول الصين عملت أهرت رباج معنا كما تقوله في الكورة رومونتادا حاجة إكستراوردينير مش نعطيك زوز أرقام كي ناخدوا الناتج القومي الخام متاع أمريكا والصين عام ألفين منش مش نبعده برشة عام ألفين قداش وعام ألفين كان النتج القومي متاع أمريكا 10.250 مليار دولار والصين مليار دولار فصل ثني ما تبقى لا يا سمحني 10.250 مليار و1.210 مليارات ما تبقى عشر مرات كنجي ونشوفوا وواحدة وعشرين نلقاوا الولايات المتحدة الأمريكية 23 ألف مليار والصين 17 ألف مليار كنحسبوا بالبرسنتاج نلقاوا أنه الاقتصاد الأمريكي نمى بـ 124% وفي نفس الفترة الاقتصاد السيني نمى بـ 1365% معناتها ارترباج اي نورم كي بشتواصل الكورباكية ما فماش أدنى شك في أنه الصين بشتكون اقتصاديا هي الأولى وهذا يلي يفسر أنه لتنسيون قواء بين الزوز دول هذومة لتنسيون قاعدين نشوفوا فيهم على المستوى العسكري فيما يخص تايوان وغيره لأنه منطقة الباسيفيك هي تبقى منطقة مهمة للصين لأنه مجالها الحيوي ولأمريكا زادة كيف كيف لأنه نعرف أمريكا مشاكلها العسكرية في الحرب العالمية الثانية جاءت من اليابان جاءت من جهة الباسيفيك هذا الجانب العسكري ولكن في الجانب الاقتصادي الصين كما شفنا استفادت يمكن أكثر الدولة في العالم استفادت من العولمة أنه تغيير توزيع منظومات الإنتاج في العالم خلق أنه الصين هي مصنع العالم تقريبا الشركات الكبرى في العالم الأمريكية والأوروبية تصنع في الصين هذية خلاها تاخذ نمو اقتصاد كبير بدأ بفالورجوتية تكنولوجية ضعيفة ولكن اليوم قاعدين يعملوا في رترباج على المستوى التكنولوجي ولو ينفسوا في الشركات التكنولوجية الأمريكية هذية اللي يفسر العقوبات اللي خذتها أمريكا على المستوى التكنولوجي على مستوى مثلا أمريكا وأوروبا زوزرة مثلا شركات هواوي مثلا ممنوعة انها تدخل المرشيات متاع هما يقولوا انه خوفا من القرصنة والتجسس الالكتروني ولكن ما فهماش كان هذية لانه بعد كنجي ونشوفوا مثلا أمريكا منعت شركات كما جوجل وابل انه يعطيهم مثلا اندرويد باش تستعملوا الشركات الصينية مثلا فما متاع تليفون متلقاش فيهم اكسي للمتجر متاع جوجل بلاي ولو ابليجي لاش نواب شعملوا التكنولوجيا الخاصة بهم احنا وين في هذية كل كنرجع ونرقاو استوريكمان الدول العربية كانت مقسومة بين المعسكر الشرقي دول كما جزائر كما العراق كما سوريا كما مصر كانوا اقرب الاتحاد السوفيتي دول اخرى كانوا اقرب المعسكر الغربي اللي تقردوا امريكا كما تونس كما المغرب كما الاردن كما دول الخليج يبدو انه دول الخليج اليوم يحبوا يخرجوا من المظلة الامريكية مش بالاستفاف مع السين ظهر لي سابق الوقت وهذا ولكن نوع من الضغط راهوا كان باش تواصلوا في الضغط علينا على مستوى منظومة الحكم على مستوى الديمقراطية حقوق الانسان راهوا عنا شريك اخر نجمو نتواجهولو من جهة اخرى الولايات فما دول الي كما تونس تعاني في صعوبات اقتصادية تلقى روحة خاضعة للضغط كيف كيف في اتجاه الحقوق والحريات تقول لك نحل شباك على الصين قد ينفس عليها ويخليني نكون في وضعية افضل كي باش نتفاوض مع الغرب ونتفاوض مع امريكا هل انه امريكا باش تسمح بنفوذ صيني على حدود اوروبا اللي نوروك نحكيوه على تونس نحكيوها بعد على سبعين كيلومتر على ايطاليا ده نكون نعرف انه النفوذ الاقتصادي دي ما يبدأ بالتمويل ولكن بعد واللي عنده تأثير سياسي واقتصادي هذا امريكا يبدو انه ماش قبلته عندها برشا اوراق في يدها عندها مسئلة المديونية عندها مسئلة الترانسفير تكنولوجيك عندها مسئلة الدعم لاني تمول اكتر من الصين في مساء معناتها الديفلوبمون للدول النامية به اياد معناتنا نستغل الفرصة احنا نحكيوه على زيارة رئيس الجمهورية هذا كانت الانتلاقا تاعنا اللي كان موجود في السعودية اللي قم صينية عربية وتاوى ماشي لولا مشا الولايات المتحدة الامريكية اللي قم افريقية مع الولايات المتحدة الامريكية هل يستغل وجوده غاديك للحديث عن ما يمكن تقديمه اضافة للقرض اللي من منتظر ناخذوه من اللي في بيه صعيب صعيب ياسر خطر يجب نعرف انه قمة افريقية رأوا معناتها بحاضرين فيها الدول الافريقية هل يمكن نطلب مثلا محاورات ولقاء خاص ما نتصورش انه بايدن بش يكون مبرمج لقاءات ثونائية خطر تعرف دول الافريقية معناتها قريب ستين ولا ايش وستين دولة معناتها بش يستقبلهم صعيب على المستوى الاستراتيجي بعد حتى امريكا عندها مسائل اهم اثنين المواضيع هذه راهي لا تطرح في القمم عادة تتحضر على مستوى السفرات وعلى مستوى وزارات الخارجية وان بعد هي ما هيش زيارة ثونائية جاية في اطار الشامل القمة الصينية كانت مختلفة لين وعدد الدول العربية صغير وظهر لي حتى الرئيس السيني ما نتصورش انه قابل الرواساء العرب الكل دونك ما نتصورش انه فما تأثير مالي في الزيارة هذه بقدر ما يكون انه عملية تطبيع بعد برود في العلاقات التوسية الامريكيين وعننا تعرف ما عنيش سفير امريكي في تونس اشهرة دونك هذه واحدة من المؤشرات فما قائمة بالاعمال في السفارة رغم انه مع انتها راجل اسماء اللي بيش يتم تعينها وهذا ما صارش هل موقف اياد هذا موقف لا ولكن يبدو انه التصريحات هذا كل ما فهميش سمعني فما تصريحات قام بها مرشح باش يكون تعرفوا مكعين وسفير يتعدى باش ياخذ الموافقة بتاع الكونغرس في الكلام اللي قالوا قال انه باش نسعى لتطبيع على قاتونس مع اسرائيل نتصور انه هذية اثار حفيظة الدولة التوسية دونك يمكن من الحاجات اللي خلت هذية عالق مش جانب ثاني زادة كيف كيف فما المواقف متاع الخارجية الامريكية المستمرة شفنا الموقف من الدستور الموقف من الانتخابات من الاستفتاء وغيره دونك برغم لي الحدة متاع الكلاش نقصة برشة في الفترة الاخيرة باش نرجع الجوست باش نحط وزادة صراع النفوذ راهو موش فقط اقتصادي فما زوز تصورات سياسية للعالم فما المشروع اللي كان يسمى بعد الحرب العالمية ثانية مسئلة العالم الحر الماند ليبر اللي تقوده امريكا واللي هو يقوم على الديمقراطية على الانتخابات التمثيلية على حرية التعبير على الحريات الفردية في المقابل الصين عندها مودال اخر اللي فيه حريات اقتصادية ولكن الحريات السياسية ما عندها حتى علاقة بالمنظومة الاخرى والصراع اليوم واحنا للاسف معناش وزن وقال لك عرب يمكن دول الخليج بالطاقة والبترول عندهم شوية اكثر مننا وزن ولكن صراع العمال قهدايا احنا للاسف معناش ادوات كبيرة باش نكونوا مؤثرين فيه نتأثروا به ولكن ما نأثروش برشا اشتركوا في القناة